الخبر هو اللي عادنا عن قمر الطاي والفولو اللي سوتها ليشيم على انستجرام هذي يبين ان القوات العلاقة اللي ما بينهم قاعدة تستطور وهذا الشي ممكن يخلي قمر طاي نصور بباريش دادا وفريخة فكتبنا بالكومنتاج هل توقع ان هذا الشي رح يصير او لا بالنسبة القمر طاي يا حبايب فنزلت هذه الاستوري تعلمي خلال لانه اليوم رح تنزلنا مقطع يا حبايب نار رح يكون المقطع قريبا فكتب بالكومنتاج جكتب تحمسي لهذا المقطع وبالخدام على القمر طاي يا حبايب فهي التقاها وي نارين بيوتي نزلت شوية استوريات التقاها وي نارين بيوتي وي شيرين بيوتي اكيد رح تصوروا المقاطع او بعض فكي بتحمسين الها الخبر الثالي اللي عادنا عن نورمار والتهجوم اللي اتعرض له بالنسبة القوش هي يا حبايب فنزل هذا الريل وي عايدة الياغنا بصار تشوف موضوعنا وخيانا اللي نولين بما نصور اياهم ما ادري الصراحة بالاضافة ان هواي كومنتات جاندي يسئلوا على نيرمين وين هي نيرمين حاليا صار لفترة كلش طوية لما قاعد صور بياهم ومختفية ما ادري الصراحة كتبين بلكومنتات وين توقاكم هي مختفية بالاضافة ان هو قاعد صوري عايدة فالتوقع الممكن يرجع القمر الطاير يرجع الاشخاص القديمين ما ادري الخبر الثالث اللي عادنا عن نورستار وسفرها للسعودية فنزلت هذا الريل التالي من خلال ان هي حاليا حتسفر للسعودية وقالتك هواي شي خرافية راح نسويه هناك فاكتبوا للكومنتات جانبت حمسين باضافة ان اتعرضت لي شوية من التهجم يا حباي بعد ما نزلت هذه الصورة بالتنور ان نقدر نقول شوية تهجم لانه هي راحة للسعودية وتنزليش الصور فاكتبوا يا حباب بالكومنتات هل استعاقد التهجم تعرضت لأولاء ننتقل حاليا الخبر البعده وعن اسامة مروى والشي الغريب اللي تسواه واله هو انه انتقل بيته البيت قريب من ناريني بيوتي فهل يترى صدقة الاشاعات اللي تقول انه هو سيدراء على علاقة حب وانه ممكن انه يرتبطون خاصة انه سيدراء تلمح واي انه هي مخطوبة فاكتبوا لأحباب بالكومنتات شو توقعاتكم الخبر اللي باده عن صبا وعيد ميلادها فاليوم يا حبايب هو عيد ميلاد صبا فكل عام تبخير عقبال مليون سنة يا رب وطبعا احمد ابو الرب نزل هذا الاستوري او هذه الصورة اللي احتفل بيها بصبا ويكتب لها كل عام انت بخير فاكتبوا لكومنتات شاركوا بهذا الخبر والخبر الاخير اللي اعدنا عن محمد كريم وجيلوف يا حبايب واخيرا ان اتصالحوا طلعوا بيث مباشرة بارحاوية بعض واتصالحوا مثل ما شايفين وسوفوا فولو البعض بحساباتهم لانستجرام الفبروك ان شاء الله على هذا الصلح والله ديهمهم البعض اكتبوا لكومنتات هل فرحتوا او زعلتوا بهذا الخبر وهل ممكن هذا الشي خليه صالح وهي اميرة بما انه ببلا الشي صالح وهي اصطقاء القديمين ويصول الحبايب من اوساط المقطع فاشروا اخطوا اللايكات شانا كوفيزين من قناة ميكت القصص احبكم مع السلامة